يتنفس السفير البريطاني في اليمن مايكل أرون والمبعوث الأممي مارتين غريفث على التعبير عن تفاؤلهما إزاء نجاح وتقدم عملية المشاورات التي يقوم بها الأخير مع ميليش الحوثي المناخ الإيجابي الذي يعبر عنه سيد أرون يفتقد للمنطق ويروج لتمكن غريفث من تحقيق تقدم في نقاشات مسودة التسوية التي تقدم بها للحوثيين كجزء من رؤية شاملة لتسوية الصراع في اليمن بدأ أرون في تصريحته الأخيرة لصحيفة الشرق الأوسط واثقا من قدرة مواطنه البريطاني مارتين غريفث وهو ما يكذبه الواقع الذي يكشف مرور أكثر من ثلاث سنوات على تولي غريفث للملف اليمني وعدم قدرته على تحقيق أي اختراق حقيقي على الأرض تدار السياسة البريطانية تجاه الملف اليمني بأسلوب ضبابي ومحاولة لعدم إغضاب أي طرف في اليمن وهو ما ظهر بشكل واضح عندما ساوى مايكل آرون بين الحكومة الشرعية والحوثيين والانتقالي واعتبارها أطراف نزاع وليس حكومة وجماعات انقلابية يتجاهل السفير البريطاني بشكل واضح الحديث عن التأثيرات الخارجية للقوى الإقليمية على مسار الأزمة اليمنية ويعلق الكثير من الآمال على القوى الموجودة في الداخل اليمني ويقصد بذلك الحوثي والانتقالي وما يعتبره مراقبون جزءا من ملامح الرؤية البريطانية للتسوية على الأرض والتعامل مع من يسيطر على الأرض واعتبار الشرعية ورقة غير رابحة وفي حين يغيب المبعوث الأممي عن ما يدور في المحافظات الجنوبية يعود السفير البريطاني ليتحدث عن مناخ إيجابي لتنفيذ اتفاق الرياض على الرغم من استمرار المعارك ومنع الحكومة من العودة السعودية تمتلك مفتاح الحل في الجنوب هكذا قال مايكل آرون لكنه لم يتطرق لما تقوم به الإمارات عبر الميليشيات التابعة لها وإن كان قد طالبها بلهجة أقل حدة لاستماح بعودة الحكومة الشرعية وتشكيل حكومة جديدة يكون للمجلس الانتقالي حضور فيها المزيد من الكلام الذي لم يعد فيه أي معاني جديدة يكشف حالة من العقم السياسي وتحول الملف اليمني لمجرد هامش على مصالح العالم والإقليم